اشتركوا في القناة اضافة الى تشكيلة من المطاعم المتنقلة ومسابقة نجم نخول وغيرها الكثير ليحظى الزوار من جميع الاعمار باوقات مميزة وستقدم هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة السعودية عددا من مرشي العمل في مركز الفنون والتي تسعى الى التعريف بالحرف اليدوية الشهيرة في المملكة العربية السعودية هذا وتستضيف الصالة الثقافية اولى حفلات مهرجان صيف البحرين وهي امسية للموسيقى الكلاسيكية برفقة ثلاثة نجوم بحرينين صاعدين